أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القرارات الهمة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرمات الأقصاط المستحقة ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته لدفتتح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني الصيف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ هذه القرارات فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ميالين أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية يتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام ثانيا زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السابسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقام ثالثا رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العامل رابعا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وقرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسر خامسا مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن سادسا سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة سابعا قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف من كاهل للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحيين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير 2022 سامنا إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقصاد المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024